مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو اليوم إذا بدكم تصمموا صور مذهلة وفريدة من نوعها باستخدام الذكاء الاصطناعي فانتوا في المكان الصحيح بفيديو اليوم راح نتكلم عن موقع لتصميم الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي فبيعمل صور مذهلة بطريقة ذكية وسهلة زي المعروضة بالفيديو هذا الموقع بيتميز بتقنية متطورة لتحويل الصور العادية إلى صور جميلة في ثواني معدودة وكمان بتقدروا تستخدموا هذا الموقع لتحسين صوركم الشخصية ولتصميم مشاريع فنية وتجارية وبيقدم الموقع خدمات تحرير الصور الاحترافية حيث يمكنكم إجراء التعديلات والتحسينات على صوركم بسهولة باستخدام الأدوات الخاصة بالموقع وهذا الموقع متوفر بشكل مجاني لكن بتصميمات معينة وكمان متوفر بشكل مدفوع بتصميمات مفتوحة فبهذا الفيديو رح نتعرف على واجهة الموقع وكيفية استخدامه وكيفية إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي وكمان كيف أستخدمه بشكل مجاني لأطول فترة ممكنة بداية رح نروح على كروم أو بحث جوجل ورح نكتب اسم الموقع نايت كافي استيديو رح نفتح أول خيار بيطلع معنا رح يظهر عنا واجهة الموقع الرئيسية هلأ بهاي الواجهة رح تلاقوا الزر الأحمر يلي مكتوب عليه Start Creating يلي بنبدأ منه التصميم وبس تنزل لتحت حتلاقوا شوية شوريحات عن هذا الموقع وفيدباك لمستخدميه هلأ رح نرجع للزر الأحمر تبعي Start Creating بنضغط عليه وبتفتح معنا واجهة التصميم وقبل ما نبلش تصميم رح نتعرف على أدوات الموقع في عنا هاي الواجهة رح ننزل لتحت رح نلاقي الخيار إنشاء الصور من فوق بنقدر أنه نعمل تسجيل دخول لهذا الموقع ممكن بحساب الفيسبوك أو حساب جوجل رح أختار الطريقة المناسبة لإلي وبعمل تسجيل دخول مثلا هنختاري التسجيل الدخول عن طريق حساب الفيسبوك فرح أعمل متابعة ورح ينقلني للموقع بهاي الطريقة بكون سجل الدخول للموقع وأول ما أسجل دخول رح يعطيني صفحة الموافقة بضغط أغري بعدين بضغط كونتينيو بعدين أول ما بسجل دخول رح يعطيني خمسة كريدت بقدر إني أستخدمهم بالتصميمات لأدام هاي البطاقات أنا باستخدمها بالتصميم بشكل مجاني ولو خلصوا رح أضغط على الصورة تبعت الحساب وأعمل تسجيل خروج وأسجل بحساب جديد عشان أحصل على بطاقات جديدة وبهاي الطريقة أنا باستخدم الموقع كذا مرة بالتصميم هلأ رح نرجع لواجهة الموقع في عندي خيار للتشالنجز أو التحديات بكون هنا مطروح تحديات كتيرة ممكن إنكم تشتركوا فيها واتطبقوها وفي عندي خيار الإكسبلور هتلاقوا فيه تصاميم لمستخدمين تانيين ممكن إنه التصميمات يلي بتعملوها على هذا الموقع تنشروها عليه وبتظهر في الإكسبلور وبعد ما تعرفنا على الموقع والواجهة تبعته وطريقة التسجيل فيه هلأ رح ننتقل للتصميم رح نضغط على كريات أول شغلة رح أضيف الوصف يلي بديها حتى يصمموا للصورة بناء عليه وكل ما كان الوصف تبعي دقيق كل ما كانت الصورة أفضل مثلا هان أنا رح أكتب رمضان فيبس وكل ما زودت التفاصيل يلي بدي إياها رح ألاقيها موجودة بالتصميم وبعد ما أكتب تفاصيل الصورة رح أنزل لتحت ألاقي في عندي ستايلات كثيرة بالتصميم بضغط عليها وبختار الستايل يلي بدي إياه وبالفيديو هاد رح أجرب معاكم شوية ستايلات لتاخدوا فكرة عن الموضوع مثلا بأول تصميم رح أختار معاكم ستايل النايت كافي يلي هو أول ستايل بالليست بعدين رح أختار done وبحدد عدد الصور يلي بدي إياهم حسب الكريدت يلي معايا إذا صورة واحدة بدون ولا كريدت مجانية بتكون بالكامل وأربع صور بواحد كريدت بعدين رح أضغط على create وبس أضغط على create رح أستنى ثواني معدودة وبيكون عندي التصميم جاهز وزي ما حكيت لكم قبل كل ما زودت التفاصيل رح تطلع معايا الصورة بالشكل المطلوب ورح يتلاقوا تحت هذا الشريط ليقولكم قدش باقي تصاميم مجانية بتقدروا تعملوها ولتحصلوا على هاي الصورة وتحملوها عندكم تضغطوا على السهم الموجود هان وبهيك بكون الصورة صارت جاهزة الصورة يلي نتجت كانت بخيار one image zero credit هلأ لما نختار أربعة image رح يظهر عندي أربع تصاميم باستخدام one credit ولتقدر تحملوا هاي الصور بأعلى دقة رح تنزلوا لتحت على خيار download وبتقدروا من الزر الأحمر تنشروهم على الموقع رح نضغط على download all ليتحمل معانا كل الصور بأفضل جودة هلأ بس ينزل الملف رح تلاقوه ملف مضغوط تضغطوا على ليلة تفكوا الضغط وتظهر عندكم الصور هلأ رح نروح على الستايل ونجرب استايل جديد وطبعا كل استايل بيطلع لكم صور مختلفة تماما عن الاستايل يلي قبل نثلا بالاستايل يلي اختارته رح يطلع للصورة بهذا الشكل ولأحملها بضغط على زر download رح أضغط done وأرجع مرة تانية أغير الاستايل بكل مرة بتغيروا فيها الاستايل أو بكل مرة بتصمموا فيها الصور رح يقل عدد المحاولات أو عدد الكريدت الموجودة عندكم وبس توصلوا للعدد النهائي من التصميمات المسموحة رح ترجعوا على صفحة التصميم بتعملوا تسجيل خروج من الحسابي اللي انتو دخلتوا فيه بعدين رح ترجعوا مرة تانية تعملوا تسجيل دخول بحساب جديد وإذا كنتوا كمان أول مرة تدخلوا فيها على الموقع بيعطيكم من عنده حساب وكمان في عدد من الكريدت بتقدروا تستخدموها بكل سهولة بدون ما تعملوا تسجيل دخول ورح أجرب معاكم آخر ستايل بهذا الفيديو وفيكم كمان تستكشفوا كل السايلات الموجودة بنفسكم من خلال الموقع وكمان زي ما حكيت لكم قبل انه كل السايل بيعطيني تصاميم مختلفة تماما عن السايل يلي قبله وهان طريق تسجيل الخروج من الموقع بضغط على الصورة بعدين بختار log out وهذا الحساب يلي بيعطيكم اياه الموقع في حال دخلتوا أول مرة على هذا الموقع وما عملتوا تسجيل دخول فبنضغط على الصورة الموجودة طبعة الحساب وبنختار log out او تسجيل الخروج بعدين برجع مرة تانية وبختار تسجيل دخول وبطبق نفس العملية يلي عملتها بأول الفيديو وكل عام وانتوا بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تقبلوا الله سيامكم وقيامكم وبهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم وبشوفكم بفيديوهات جديدة ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر